السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الناس اللي محترم ما بين الثانوي العام ولا الثانوي تمريد بص يا شباب الثانوي العام او ثانوي التمريد كل حاجة لها ايجابياتها وليها سلبياتها مبدئيا الموضوع بيختلف من شخص لشخص وعلى حسب اختيار حضرتك وميول حضرتك وقدرات حضرتك ان شاء الله تقدر تختار الطريق السليم مبدئيا يا شباب انا في الفيديو ده بوضح لك الرؤية ما بفضلش حاجة عن حاجة اللي زي ما قلنا الموضوع بيختلف من شخص لشخص ولكن الثانوي العامة ثلاث سنوات يعني سيادتك في المحافظة بتاعتك بعد نتيجة التالتة اعدادي بتظهر النتيجة بيبقى فيه التنسيق التنسيق مثلا بياخد من المتين واربعين او متين وتلاتين او متين وعشرين لحسب المحافظة بتاعت حضرتك ده الثانوي العام فسيادتك بتخش من غير اختبارات ومن غير اي حاجة طالما سيادتك جبت المجموع بتاع الثانوي العام متخش الثانوي العام مفيش اي مشكلة خالص لكن بالنسبة للتمريد سيادتك مبدئيا كده لازم يكون مجموعك متوافق مع المجموع بتاع التمريد يعني في بعض محافظات التمريد بياخد من المتين وستين بعضهم بياخد من المتين وخمسين بعضهم بياخد من المتين وعشرين فعلى حسب برضو المحافظة بتاعت حضرتك بس في التمريد سيادتك بيجيب المجموع بتاع التمريد بيحصل بعد كده اختبارات يا شباب وحاجة اسمها كشف هيئة ومقابلات بعديها بيتم قبولك مش بالدرجة فقط لكن الثانوي العام بالدرجة فقط وده اللي بيميز الثانوي العام سياتك طالما جبت الدرجة بتاعت الثانوي العام بتخش الثانوي العام لكن بالنسبة للتمريد لازم بعد ما بيجيب المجموع بتاعت التمريد بيبقى في بعض الاختبارات وان شاء الله اسفل الفيديو هتلاقي مجموعة التليجرام بنساعدك ان شاء الله في موضوع الاختبارات بتاعت التمريد وبتاعت كمان المدارس التكنولوجية واي مدرسة بتعوز اختبارات تمام كده يا شباب طيب سنوات الدراسة بالنسبة للتمريد بيبقى خمس سنوات يا شباب غير السنوي العام السنوي العام تلاتة التمريد بيبقى خمس سنوات تمام كده طيب تمام يا مستن ما في حد كده ما فيش مشكلة المميزات زي ما اتفقنا يا شباب ان انت في الثانوي العام بيبقى عندك كذا ميزة. يعني ايه? يعني سيادتك بعد تلتة سنة وان شاء الله بيتجيب مجموعة وكل ما يكون مجموعة كبير بيبقى عندك اختيارات كتير وعندك مجالات كتير. الاختيارات الطبية. كليهة الطب. الصيدلة. طب الاسنان. عندك كليهة الهندسة. لو انت بس انعلم الرياضة. عندك كليهة الحاسبات والمعلومات. عندك كليهات الالسن. كليهات كمان الاقتصاد والعلوم السياسية. عندك مجالات متنوعة ومجالات كتيرة ده بالنسبة للسنوي العام. لكن يا شباب بالنسبة للتمريد. الموضوع بيختلف شوية. انت بعد تلتة عدادة دخلت تمريد. فانت خلاص كده خدت المسيرة من اولها. والموضوع ده على فكرة ايجابي لناس. ويسلبي لبعض الناس. سلبي ليه? لان هو خلاص حكم نفسه. وحط نفسه خلاص في كارير معين. ولكن دخل سنوي العام. لسه قدامه مجالات كتيرة ممكن نختار منها الحاجة اللي تنسبه. تمام كده? طب ازاي التمريد بعد تلتة عدادة ايجابي لبعض الناس? ان السيادتك بعد تلتة عدادة ما بتخش بقى التمريد. بتاخد اساسيات بالنسبة للتمريد. بتاخد مواد طبية. بتاخد تشريح علم ووضوع في الاعضاء. زي ما اتفقنا كده. بتاخد اساسيات التمريد. فبتبقى افضل من طالب الثانوي العامل. هو بعد الثانوية عامة يخش مثلا مع التمريد. او مع تفن صحي قسم التمريد او كولية التمريد. انت بالنسبة له لو دخلت هذه الاشياء انت هتبقى افضل له. لان انت عندك الاساسيات زي ما اتفقنا كده. اللي تخص الاي? اللي تخص التمريد. فدي هتبقى نقطة في صالحك انت كطالب تمريد. نيجي بعد كده يا شباب للثانوي العام. الثانوي العام طبعا بتحتاج الى مجهود كبير محتاجة الى مذاكرة. ده مش معناه ان التمريد فيه زار التمريد فيه المذاكرة. ولكن الثانوي العام طبعا فيها مذاكرة وطبعا فيه دروس ومصرفات كتير وملازم وكتب. الحقيقة موضوع يعني مش سهل. فلو سيادتك يعني مش حابب المذاكرة قوي والكلام ده كله انت في التمريد هتلاقي مذاكرة ولكن الموضوع هيبقى خف طبعا من الثانوية العامة. لكن سيادتك بقى حابب مجال المذاكرة وانك تنظم وقتك وتزاكر وتحل ومش عارفه الكام ده كله. طبعا السنوية العامة هتبقى الخيار المفضل لك ليه لان انت هيب عندك ان شاء الله زي ما اتفقنا كده مجالات كتير بتقدر تختار منها. لكن التمريد سيادتك طبعا زي ما اتفقنا هو كرير واحد فقط. يعني خلاصة الموضوع يا مستر بوس يا سيد خلاصة الموضوع. الموضوع بيرجع لحضرتك. يعني مهما انت تتفرج على فيديوهات سيادتك صاحب القرار. انا لا اعرف ميولك ايه. ولا اعرف انت دماغك بتفكر ازاي. تمام كده? سيادتك انت تاخد الكلام مني ومن غيري وتستشير الناس اللي عندها خبرة تمام كده? وتبتدي انك انت تاخد الخطوة متوكلا على ربنا سبحانه وتعالى. لكن في الاول والاخر انت صاحب القرار. فزي ما قلت لحضرتك كده حابب المجالات الكتير يبقى تخش على السنة والعام. حابب مجال التمريد وشايف ان ده مجال جميل وتقدر ان شاء الله تشتغل بعد منه على طول. برضو ده الامر يرجع لحضرتك. بس في النهاية يا شباب هنا محتاج مذاكرة وهنا محتاج مذاكرة. مفيش حاجة اسمها انا ثانوي عام يبقى زاكر. تمريد يبقى مش ازاكر. ابدا كل حاجة محتاجة اجتهاد. وكلما حضرتك تكون مجتهد كل ما هيكون افضل. اي نعم الثانوي التمريد هتبقى راجل دبلوم فني. تمام كده? يبقى دبلوم فني تمريد. يعني غالبا مش هيبقى فيه ترقيات اللي يمكن فيه حالات نادرة. قد يكون. ولكن طبعا لازم بقى ان شاء الله لو انت دخلت تمريد يكون عندك طموح انك تكمل تخش بقى معها التمريد او تخش كلية التمريد. على اساس ان انت مستواك برضو الوظيف يبقى كويس. تمام يا شباب ربنا ما وفقكو. عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير. ولو اول مرة حضرتك شيئة فيها الانشارفني بالاشتراك. وما ننساش قناة التليجرام. الرابط بتاعها اسفل الفيديو. كان معكم مستر احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.